أسبوع ذيقار يبدأ بصدمة في الشرع لرقيب بعد انتشار صور ومقاطع بيديوية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها مواجهات دموية ما بين عقود النفط في محافظة ذيقار من الرجال والنساء وعناصر أمنية فالمشاهد أعادت لهم ذكريات الأليمة في أحداث تشرين عام 2019 وبدأ الأمر من محاولة المتوهرين إغلاق شركة نفط ذيقار بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين لأن التظاهرة شهدت رد فعلا عنيف من القوات الأمنية ويبدو أن ذلك جاء بفعل محاولة إغلاق الشركة متبعين كلهم منظمات حقوقية تابعة لحقوق الإنسان وأحزاب مدنية دعت لانتخاذ مواقف عاجلة وحقيقية تجاه هذا الاستهتار بحياة المواطنين العراقيين وانضغط على الحكومة المركزية من أجل معاقبة المعتدين واتخاذ الإجراءة القانونية بحقهم إلى جانب محاسبة الحكومة المحلية وإقالتها لسكوتها وتغاضيها عما يحصل من خرق فاضح لحقوق الإنسان وكمنها هي المسؤولة عن القوات الأمنية وتوجيهها بالتعامل مع المتظهرين وزير الداخلية استبق الجميع ووجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة محافظة ذيقار وإصابة حالهم خطيرة وأربعة مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على أغلاق شركة نفط ذيقار والمنتوجات النفطية ومع ملغاز ذيقار متبعين كرهم مجلس محافظة ذيقار ينتظر نتائج اللجنة التحقيقية التي أعلنتها وزارة الداخلية لمحاسبة المقصرين وفقا للقانون وطلب أصحاب العقود التحلي بالصبر وأن أبواب المجلس مفتوحة أمامهم لحل كل المشاكل للوصول إلى حل مرضي ينهي التظاهرات والاتصامات التي يعتبرها وتعتبرها الحكومة المحلية بأنها مسيسة ومواجهة فهل الحكومة قادرة على تجنب تكرار سيناريو تشرين وحكومة عبد المهدي أن الموضوع سيتصاعد لتكون هناك ثورة جديدة واحتجاجات أخرى